بسم الآب والابن والروح القدسة الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركاته من الآن والأبد أمين أقرأ لأجل تعلمنا في هذه الليلة المباركة جزء من سفر الأعمال أعمال الرسل في الإصحاح الثاني وكانوا يوظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات وصار خوف في كل نفس وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياك وكانوا كل يوم يوظبون في الهيكل لنفس واحدة إذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمن في هذه الليلة المباركة وضمن فعاليات اسبوع الصلاة الذي تشترك فيه كنائس العالم كله ونشترك فيه بالطبع كنائسنا في مصر وزي ما ذكر أبونا بشوي بحلمي الأمين العام لمجلس كنائس مصر أن هذا البرنامج في سبعة أيام النهاردة اليوم الخامس وبدأ في عدة كنائس زي ما ذكرها أبونا وأنا الحقيقة في هذه الليلة أفرح كثيرا بمشاركة الأحباء معنا وأحب أننا أذكرهم بالإسل أولا الأستاذ شاهر لوقة أمين مشارك مجلس كنائس الشرق الأوسط من الكنيسة الكاثوليكية المطران كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك والمطران جورج شيحان مطران الموارنة والأب كميل وليام أستاذ العهد القديم بكلية اللهوت بالمعادة والأب رفيق جريش المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية والمنسير فليب المدبر البطرياركي للكلدان الكاثوليك في الكنيسة الإنجيلية يمثلها القصة الدكتور سروة فارس قادس رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية القصة إسحاق زكري الكنيسة الإنجيلية بالفجالة والأمين العام لمجلس الحوار والعلاقات المسكونية القصة بشير أنور الكنيسة الإنجيلية بالجيزة الكنيسة الإسقفية المطران منير حنة رئيس الكنيسة الإسقفية بمصر وسائر أفريقيا والكانون جبرائي دياني كنيسة جميع القديسيين الكنيسة الإسقفية بالزمالك كنيسة الروم الأرزوكس الأرشمندريت نيقولا فانوس والمتقدم في الكهنة إغمينوس يوسف باروس كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر كنيسة الأرمن الأرزوكس الراهب جبرائيل وكنيسة السوريان الأرزوكس الربان كيرولوس مسعودي وقام بالإعداد لأسبوع الصلاة كلجنة من الكنائس مثل الكنيسة الأرزوكسية القصة بشوي حلمي والأستاذ جرج الصالح والكنيسة الكاتوليكية أبونا كامير ومهندس عصام عياد كنيسة الروم الأرزوكس أرشمندريت نيقولا فانوس والكنيسة الأسقفية الكنون جبرائيل يني والكنيسة الإنجلية الشيخ فيكتور فهمي وقصة إسحاء ذكري السيدة أوليفيا رزق بمكتب مجلس كنائس الشرق الأوسط سابقا والدكتورة عيدة نصيف والدكتورة لورا بيترا لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر أرحب بإخوتنا الأحباء والأعزاء في هذه الليلة ونسعد في الكنيسة القبطية أن نشترك معكم في هذا الأسبوع بكل أنشطته وكل فعالياته وأشكر أيضا الكرار الذي قدم هذه المجموعة من الترانيم الجميلة التي تعبر عن اشتياقنا ومحبتنا ومشاركتنا في الوحدة التي نبتغيها بين كنائسنا جميعا أعيز أكلمكم عن حياة المشاركة أو حياة الشركة ضمن موضوع الوحدة بين الكنائس وبين كل المسيحيين في كل العالم لكن الأول أعيز أكلمكم على كلمة معن هذه الكلمة الساحرة كلمة معن هذه الكلمة من الكلمات التي ذكرت في الكتاب المقدس وهوز ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معن ورغم أن هذه الكلمة حرفها قليلة إلا أنها ذات معاني كثيرة وأفويكم أدام ثلاث معاني في هذه الكلمة هذه الكلمة تحمل القوة وتحمل الجمال وتحمل الحياة كلمة معاني فيها المعاني الثلاثة دولة القوة والجمال والحياة كلمة معان بلا شك تحمل قوة ومن الكلمات العربية المشهورة الاتحاد قوة لكن أكتر حاجة بيعلمهنا الله لنا كل البشر أنه جعل أيدينا وأصابع أيدينا بالشكل اللي هي عليه إن تأملت في يدك سوف تجد هذه الأصابع لا أصبع يتشابه مع الآخر مختلف تماما مختلف شكلا وحجما وطولا ومختلف أيضا في إمكانياته ومختلف في موقعه وأزنك لو تخيلت إن أصابع يدك كلها بنفس الشكل وبنفس الحج أعتقد كانت اليد لا تستطيع أن تصنع شيء ولكن اتحاد الأصابع بهذا التنوع وتهالف كل مرة أنت بتمارس حاجة بإيدك كأنك بتعبر عن قوة كلمة معا يعني لو عدت تكتب مجرد أكتب أصابعك بتاخد شكل لو كنت بتشتغل عمل معين بيدك أصابعك بتاخد شكل تاني لو كنت يوقف في إعداد طعام أصابعك بتاخد شكل تالي وهكذا تتعاون هذه الأصابع برغم تنوحها ولا أقول اختلافها لكي ما تنتك ويقولون أن الحضارة الإنسانية هي حضارة الأصابع فقد نشأت من أصابع الإنسان واليد حتى تضيّم غير أن نحن بنستخدمها في حياتنا الإنسانية تضيّم تعتبر معجزة بكل الأفعال اللي ممكن تعملها معان فيها قوة وبتأكدها كل يوم وانت تستخدم يدك المعنى التاني في كلمة معن أنها جمال جمال هذه الكلمة تجمع ولو إنها تجمع البشر فالبشر ليسوا قوالب البشر أجناس وبيئات متعددة وحضارات وسكنة السواحل غير سكنة السحرة زي اللي عاديين في المدن الكبيرة غير المدن الصغيرة البشر أيضا لغات والبشر عادات والبشر نوعيات والبشر أفكار والبشر في نون وفلسفات ومذاهب هو ده التنوع هو ده الجمال بتاع الحياة الأرضية ولذلك على سبيل المثال يقولون في السفر سبع فوائد من أمثال العرب في السفر سبع فوائد ليه لأن من خلال السفر يتقابل الإنسان مع آخرين أجنس أخرى ولغات أخرى وأفكار أخرى فتزداد إنسانيته وتزداد معارفه وتكون الحصيلة أنه يزداد في الجمال عندما يكون الإنسان متعدد الثقافة ومتعدد الحضارات ومتعدد المعارف يزداد جمال ولا ينغلق ويبقى قلبه مفتوح للجميع ويبقى عقله متسع لكل شيء معا كلمة فيها جمال الأمر الثالث إن كلمة معا فيها حياة فعلا فيها حياة وأقرب دليل على كده لو أنا سألتك سؤال تقدر تقول يعني إيه الصحة يعني إيه كلمة الصحة الصحة في أبسط معانيها العلمية هي توافق كل أعضاء مع بعض إن فقدنا هذا التوافق بأي نسبة يبقى الإنسان دخل في حالة مرض يعني تصور إن واحد عايز يمد ييد وجيب حاجة لكن ما قدرش يبقى هنا في حاجة مش مظبوطة فالصحة هي التوافق سواء على المستوى الجسدي يبقى الصحة الجسدية أو على المستوى النفسي يبقى دي الصحة النفسية إن فقد الإنسان هذا المعن إن أعضاء جسم الإنسان وكل ملكاته بتشتغل ويا بعضها يبقى هنا فيه شيء مش مظبوط فكلمة معن بيعلمها لنا جسمنا مثلا أنت لما بتاكل حاجة تبتدي أجهز الجسم وكلها تشتغل وكل واحد يقوم بدوره ولو إنسان مثلا جال شكل من أشكال التعب حموضة مثلا أو مغص أو أي حاجة يبقى هنا فيه حاجة في توافق الأعضاء مع بعض مش مظبوط فكلمة معن تعني الحياة وأجسمنا وأعضاء أجسدنا تعمل معن علشان تظهر هذه الحياة وتظهر الصحة التي أعطاها الله لنا ولذلك يا إخوتي هذه الكلمة نحن مدعوين مدعوون معن للمشاركة كعنوان تأمن في هذه الليلة حياة الشركة أو المشاركة لها جزور في إيمان المسيح أول شكل من هذه الجزور شركة الأقانين نحن نؤمن باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد نحن نؤمن بإله واحد مثلس الأقانين نؤمن بالجوهر الواحد ونؤمن بالذات الإلهية الواحدة ولما بنقول الآب والابن والروح القدس هو تعبير عن هذه الشركة فإن كان الآب مكلمة آب ليست عربية معناها أوريجين أو أصل هو المحب والابن المحبوب ودي ألفاظ اللغة فالروح القدس روح الحب ويعيش الإنسان ونقول كده مسيحيتنا كلها تختصر في كلمة واحدة الله محبة شركة ولو أنا جيت وقلت لك أنا أحب تفهم من هذا التعبير أن في آخر أو في حد أو في شيء أنا أحبه وفي علاقة ما ما بين الطرفين دون شركة الأقانيم هي أول تعبير عن هذه المشاركة اللي بنقولها ولكن في الزات الإلهية الواحدة الجزر الثاني وأنا بقول باختصار يعني كل موضوع من دول أعيز له حكايات كتيرة الجزر الثاني لحياة الشركة أو المشاركة هو في تكوين الأسرة المسيحية الأسرة المسيحية عندما تتكون من سلاسة هو وهي والمسيح وهذا الرباط المقدس اللي بيربطهم بيكون هذه الوحدة أو هذا الكيان ويقول لنا ربنا يسوع المسيح إذا اجتمع اثنان أكون أكون في وسطه يبقى إن كده ثلاثة أو إذا اجتمع اثنان أو سلاسة سلاسة اللي هو بقى لو ربنا عطاهم أطفال أكون في وسطه بمعنى إن هذه الشركة اللي بتكون الأسرة هو ده بداية الحياة وده الكيان اللي قصد الله من خلقة الإنسان في بناء الأسرة وده شيء مهم جدا في تكوين الأسرة المسيحية أن السيد المسيح يربط بين الإسنين ويصير حاضرا ويجمع التلاتة دول اللي هو المسيح وهو وهي يجمعهم روح الحب وفي هذا أو في هذه الشركة الله يعطينا الصمر يعطي أبناء ويعطي بنات كل أسرة بتتكون وكل مرة أنت بتحضر إكليل وتشوف أسرة بتتكون تعرف أن هذه صورة من صور الشركة وصورة من صور الحياة المتعاونة ومدعو للإنسان أنه يعيشها عشان كده بنقول اللي يفسد الحياة الأسرية أول حاجة تفسد الحياة الأسرية الأنانية والله يسمح بالزواج عشان الإنسان يتخلص من الأنى ويعيش في النحن وعندما تضع الكنيسة الإكليل تاج فأثناء مرسم سر الزيجة على سبيل المثال فهذا التاج عندما يوضع فوق رأس العريس بنقوله أن التاج ده هو يعني أنت تحمل زوجتك وأبنائك كتاج على رأسك ولما نضع التاج على رأس العروس بالمثل لأ أنت تحملي زوجك وأبنائكم كتاج على رأسكم هو هذا المدلول وهذا الفكر المسيحي الأصير الجزر الثالث في حياة الشركة في حياتنا المسيحية هو شركة الكنيسة نحن نقول على الكنيسة في أحد تعرفها الكنيسة جسد المسيح ونحن أعضاء في هذا الجسد والكنيسة جسد المسيح وإحنا أعضاء فيها ليست عضوية انتساب ولكنها عضوية حقيقية دايما يميزوها كده في اللغة الإنجليزية يقول لك مش ممبر مش عضو بس لا ده هو زي أورجان عضو متصف في جسد المسيح الواحد ودلك الكنيسة التي تجاهد على الأرض وتنتظر أن تنضم إلى الكنيسة المنتصرة في السماء في شركة ودائما كلمة الشركة نذكرها كتير في صلواتنا في قدستنا نقول له مثلا يا رب أنت عطيتنا أن نشترك في تذكار قديسيك إحنا الأحياء على الأرض نشترك في تذكار قديسيك اللي سبقونا على السماء وده اللي بيخلي فيه كنائسنا يوجد حامل الأيقونات حامل الأيقونات يحمل ملامح القديسين والقديسات الذين سبقون إلى السماء وكأنهم يتطلعوا إلينا لكي ما يشجعون على حياتنا وطريقنا الروح وإحنا على الأرض لكي ما نلحق بهم ويكون لنا نصيف في السماء نقول لأن هذا هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك في شركة صلواتنا هي شركة مع السمائيين عندما نطلب صداقة القديسين أو شفاعتهم إنما هذه نوع من الشركة عندما نقرأ في سير القديسين وسير أبطال الإيمان وسير الذين عاشوا في الحياة المقدسة هو شكل من أشكال الشركة يبقى إذن نأخذ روح الشركة من الأقانيم إيماننا بالله الواحد مسلس الأقانيم ومن تكوين الأسرة كل واحد فينا نشأ في الأسرة الأسرة الكيان السلاسي أو اللي بيقول عليها القديس يحن زهبي الأسرة أيقونة الكنيسة والحاجة التالتة بناخدها من عضويتنا في الكنيسة وفي مشاركتنا في حياتنا المسيحية في الكنيسة يبقى شيء إزاي أكون لي دور فعال في هذه المشاركة وهذه الشركة وهذه الحياة التي فيها كلمة معنا هقولك على أربع أو خمس نقاط كده تساعدك في هذا الموضوع أول شيء أول شيء تحط قدامك أنك لازم تقبل نفسك على رأي القديس ماري إسحاق لما بيقول استلح مع نفسك تستلح معك السماء والأرض يعني لازم من جواك تكون فرحان بنفسك مش متزمر على نفسك مش راضي أو مش عجبك حالك أو إنسان عايش وفي داخله خطايا معينة والخطايا دي تعوق شركته مع الله فإن أردت أول خطوة في خطوات هذه الحياة وتبقى عضو فعال في كنيستك في مجتمعك في حياتك في أسرتك لازم تبدأ بخطوة التوبة وتقبل ذاتك وتعتبر إن دا عمل كل يوم لما كتاب يقول لنا في التطويبات على الجبل ربنا يسوع المسيح توب الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله بمعنى إن بنقاوة قلبك ستمتلك قدرة ترى فيها الآخرين وتصل بك هذه القدرة أن ترى بها الله تصور بقى تصور بنقاوة قلبنا أقدر أصل إلى رؤية الله ومعاينته يومين يقدر على كده نقاوة القلب تقدر على كده وتوبة الإنسان علشان كده كنائسنا في كل مكان عندما تريد هذه الوحدة إنما تبنى على أساس قوي من توبة كل فرد فيها وعلى أساس النية الخالصة في حياتنا وعلى أساس نقاوة قلب الإنسان وتخيلوا كده ويايا إن كل أبنائنا في كل كنيسة على أرض مصر وخارج مصر في العالم كله عندما يقدم الجميع توبة ويقبلوا نفوسهم يتخلوا قليلا قليلا عن أي ذات أو أي أنانية وبالتالي ينفتح الجميع يمكن إحنا النهاردة في ثالث يوم في صوم يونان وصوم يونان بيقدم لنا شعب نينة والتائب وكيف تابوا توبة جماعية وكيف تحنن الله عليهم وكيف كانت توبتهم أعظم مثال في توبة الشعوب توبة الشملة اقبل نفسك وقدم توبتك ولكي ما تساهم في حياة الشركة قدم هذه التوبة على مستواك الفردي الأمر التاني أو الخطوة التانية عيش إنسان صادق مع نفسك كن صادقا أحيانا الإنسان في حياته اليومية ما يكونش صادق يكون من برة بشكل ومن جواه بشكل أو خطية اليهود المشهورة خطية الرياء اللي في متى 23 يكرر كتير ربنا يسوع المسيح ويلوا لكم أيها الكتبة والفرسيون المرؤون لأنكم بتعملوا حاجات ظاهرة فقط ولكن جوهر الأشياء ابتعدتوا عنها ابتعد عن الرياء ابتعد عن الأقنعة واحد يلبس مصق ابتعد عن الخيال عيش في حالة صدق مع مجتمعك مع كنستك مع إلهك كن إنسان صادق فيه واحد بيخدع نفسه فيه واحد بيتحك على نفسه فيه واحد بينسى نفسه وفيه واحد صادق في حياته ولذلك في كنائسنا توجد مواسم وأعياد وأصوام واحتفالات لكي ما ينتبه الإنسان ولكي ما يستيقظ وياخد باله من نفسه عيش الصدق في حياتك وخلي الصدق ده طريقك بالسمرار وخلي الصدق ده هو أسلوب نجاحك هو أسلوب معاملاتك مع الجميع الصدق يا إخوتي يدخل تحت باب الأمانة ومكتوب على الأمانة كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليه الحياة فكأن أمانة الإنسان وصدقه مع نفسه مع الآخرين ومع الله تفتح له الطريق لكما يكون له أكليل في الحياة كن صادقا الخطوة التالتة في حياة المشاركة امتلك ناصية الحب أو اتقن فن الحب كيف تحب الحياة وكيف تحب كل إنسان وكيف تحب الخليقة كلها في الترانيم اللي أقدموها الأحباء في الكران وفي التسبيح الكنسية بنخاطب المسكونة كلها البرد والحر عندما يسكنها الله وبقلبك المملوء بالمحبة المسكوبة من شخص ربنا يسوع المسيح تستطيع أن ترى الوجود كله جميلا وترى في كل إنسان جمال دايما عالم الأنانية ضيق أما عالم المحبة فواسع عالم الأنانية يأسم الناس أما عالم المحبة يضمهم جميعا على رأي القديس أوصين أسنان ما بيقول حب الكل فيكون لك الكل حب الكل وخلي قلبك واضح في هذه المحبة لكل أحد وعيش هذا الاختبار أن المحبة لا تسقط أبدا وعيش الاختبار في حياتك اليومية وعيش في كنستك وعيش مع كل إنسان وهي دي الخطوة أساسية أيضا في حياة المشاركة ما بيننا جميعا المحبة لا ينقسم قلبك في الحياة على الأرض نعيش هذه المحبة وتمتد معنا حتى إلى السماء الإيمان والرجاء ينتهي على الأرض أما المحبة تستمر معنا إلى السماء وعلى قدر الحب الذي تقدمه على الأرض بصدق على قدر ما يكون لك النصيب الكبير في الملكوت دي خطوة الثالثة خطوة الربعة خلي إيمانك بالسيد المسيح إيمان حاضر وقوي وما تنساش وعده إلا قالهن في نهاية بشارة معلمنا متى الرسول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر ها أنا معكم ويمكن أول اسم بنقوله لربنا يسوع المسيح في أعيادنا بحسب الكتاب نقول اسم عما نؤيل الله معنا عيش هذا الإيمان وتمسك به الله حاضر والله عامل والله قادر والله ضابط الكل وهذه الحياة التي نحياها مضبوطة في يد الله عيش الإيمان ده ولا تجعله إيمان نظري خليه إيمان عملي وخلي إيمانك حي أوعى يجي في خطرك كده إن الإيمان بقى مضى قديمة ولا أن عشان الدنيا بقى فيها تكنولوجيا حديثة وفيه اتصالات وفيه اختراعات عظيمة عملها الإنسان لا تنسى أن كل الاختراعات التي على الأرض والتي تبهرنا هي نتاج العق الذي خلقه الله فهي نتاج يد الله أولا وأخيرا فخلي إيمانك حاضر والله ما زال يعمل وسيظل يعمل إلى نهاية الظهور ما بنساش أبدا والله حاضر ومهما كانت الصلوات التي ترفحها حتى وإن كانت قصيرة أو قليلة الله يسمعها والله يستجيب والله في الوقت المناسب يعطي الاستجابة في وقت مناسب جدا الله يتحنن والله لأنه ضابط الوقت وضابط الزمن وضابط الكل هو يعرف ما هو الخير لنا وده اللي اختبره القديس بولوس الرسول لما قال في رمية 28 كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الخطوة الأخيرة أنا قلتلك اقبل نفسك وأقدم توبة عيش بالصدق والأمانة مارس الحب الذي لا يسقط أبدا عيش إمانك تماما وحضور المسيح أمامك أما الخطوة الأخيرة فهي دائما احتمي في كنيستك احتمي في كنيستك الكنيسة كيان سماوي المسيح قال عليه على هذه الصخرة أبني الكنيسة كنيستي الكنيسة المسيحية كلها الذي بناها هو السيد المسيح والكنيسة المسيحية في كل العالم بناها السيد المسيح وهي عروسه وقالها بصيغة الملكية وده المكان الوحيد اللي في الكتاب المقدس اللي جيه فيه التعبير ده كنيستي مايت شارش عيش فيه هذا الكيان وتمتع بعروس المسيح ولازم يبقى لك دور فعال لازم يبقى لك عمل وخدمة ونشاط جوه كنيسة بصفة عامة ولازم يبقى لك المشاركة مع إخواتك وروح الانفتاح اللي في قلبك ومناسبة زي اللي احنا فيها في هذه الليلة بالحقيقة مناسبة طيبة ان احنا كلنا نجتمع نرفع قلبنا من خلال صلوات وقراءات ومن خلال ترانيم من خلال تأملات ونعيش مسيحنا القدوس ونبقى فرحانين بحضوره في كنائسنا وانه بيعمل فينا في هذا التنوع الجميل والحكاية مش خلاف الحكاية هو التنوع الجميل اللي بيجمعنا معا يقول لنا في الجزء اللي أنا قريته كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة كل يوم احنا بنصلي في كنائسنا كلنا كل يوم لكن كمان بنجي في يوم يوم او اسبوع في السنة والاسبوع ده هو نتجمع كلنا ونعمل صلوات مشتركة نشترك فيها جميعا يعطينا مسيحنا يا احبائي ان تكون حياتنا حياة مباركة وحياة مقدسة في اسمه القدوس له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أن تكون حياة مباركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر